موسيقى ورئيسهم عمر حسن البشير بات السودانيين امبارح ورئيسهم عوض بن عوف وسيبيت اهل السودان اليوم ورئيسهم عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي الانقلابي في السودان اللي بيقدي اليمين الدستورية الان القصة وما فيها بمنتهى البساطة ان مجموعة من صغار الزباط في السودان تململت وانحازت الى الثورة وانحازت الى الشعب فكرت تعمل انقلاب في فجر مبارح فادى دالي تحرك القيادات العليا في الجيش السوداني واعلنت عن انها هتلقي بيان الساعة خمسة الفجر ولكن لظروف ما تأجل البيان من الساعة خمسة الفجر لحوالي الساعة ثلاثة الضهر وخرج في البيان الفريق احمد بن عوض بن عوف واعلن انه تم نزع رأس النظام الرئيس عمر حسن البشير بالرغم من انه رفيق ضربه بالرغم من انه نائب رئيس ونائب لعمر حسن البشير نفسه او ذاته زي ما بيقول السودانيين واعلن عن خارط الطريق بدأها بحل كل حاجة في البلد بما فيها الدستور دستور الفين وخمسة اعلن انه عطل وقال انه عطل كل شيء في البلد وقال انه العساكر نويين يعدوا على صدر السودان والسودانيين سنتين كفترة انتقالية طبعا الشعب السوداني رفض ودلل على رفضه وبنزوله الى الشارع وقت حظر التجول وبالفاعليات اللي كانت موجودة ولا زالت الى الان المهمة ما طولش عليك طلع النهاردة الصبح الفريق اول الركن عمر زين العابدين علشان يتكلم مع السودانيين ويطمنهم في مؤتمر صحفي قال احنا اولاد واحفاد صوار الزهب احنا جينا علشان سمعنا صوت الشعب وتعاطفنا معه ليس لنا طمع في السلطة خد بالك ليس لنا طمع في السلطة ردت نقابة المهنيين او تجمع المهنيين برفض هذا البيان واللقاء الصحفي النهاردة كان المفروض هيكون فيه تجمع ولقاء بين المجلس العسكري الحاكم وما بين السياسيين اللي موجودين في الشارع ولكن تم تأجيل اللقاء الى اجل غير مسمى الجميل ان الصبح اعتذر قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دجلو او محمد حمدان حمدتي اعتذر عن المشاركة في المجلس العسكري الانتقالي وقلت النهاردة الصبح على الشاشة انه ربما يكون هو باحث عن مركز سياسي او عن دور سياسي في مستقبل السودان وانا بكلم حضرتك النهاردة الصبح ما كنتش اتوقع ان الدور السياسي اللي بيبحث عنه محمد حمدان حمدتي هو دور حيقدر يوصل له النهار دلوقتي في مساء هذا اليوم اللي حصل مساء هذا اليوم ان بدأ تولية الرئيس التالت وهو رئيس للمجلس العسكري الانتقالي مين بقى اسمه؟ اسمه الفريق اول عبد الفتاح البرهان عبد الفتاح البرهان اعلن عوض بن عوف انه تنحى وعين مكانه عبد الفتاح البرهان واعلن كمان ان كمان كمال عبد المعروف الماحي بشير تنحى ونحى نفسه من كونه نائب لقائد المجلس العسكري الانتقالي في السودان ومكانه اصبح صلاح جوش لما حاولنا نبحث ونسأل الناس يتبع مين فطلع ان الفريق اول عبد الفتاح البرهان اللي دلوقتي واحنا بنكلم حضراتكو بيحلف اليمين علشان يكون رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان هو قائد القوات السودانية في اليمن هو قائد القوات السودانية في اليمن اللي كانت بتعمل تحت امرة الامارات والسعودية ويقضى اخر سنواته متنقلا ما بين اليمن والامارات والسعودية الراجل اللي دلوقتي بيحلف اليمين علشان يكون رئيس المجلس العسكري في السودان هو قائد القوات السودانية في اليمن ويقضى اخر سنواته متنقلا ما بين اليمن وما بين الامارات وما بين السعودية وهو على علاقة قوية وجيدة جدا بمحمد حمدان حمدتي اللي النهاردة كان بيحاول يضغط على المجلس العسكري علشان يقبلوا بعبد الفتاح البرهان كرئيس للمجلس مش بس كده مبارح بعض وسائل الإعلام وبعض الإعلاميين المحسوبين على نظام السيسي أعلنوا الاسم قالوا عبد الفتاح البرهان هيكون هو قائد الدولة في السودان في الإعلامي اللي جاية أذكر منهم مصطفى بكري على سبيل المثال تجمع المهنيين دلوقتي أصدر بيان أصدر بيان سريع ممكن نتابعه مع بعض وقال للناس نداء عاجل ومهم تابعنا التطورات بتنحي بنعوف وقالة كمال عبد المعروف ونعد ذلك انتصارا لإرادة الجماهير جماهير شعبنا في الأحياء والفرقان والبلدات والمدن والقرى في العاصمة القومية والأقاليم ندعوكم للخروج للشوارع الآن والتوجه إلى ساحات الاعتصام أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة ومقر حماياتها ووحداتها المختلفة والبقاء في سوح الاعتصام طوال الليل وعدم مبارحتها نوافيكم ببيان بعد قليل قوة اعلان الحرية 12 ابريل 2019 وده كان أول رد فعل أما ردود الفعل في الشارع الناس فرحانة بإقالة عوض بنعوف ولكن الناس منتظرة أن يكون لها دور المدنيين ينتظرون الدور عسكري بيقيل عسكري وبعدين عسكري بيقيل عسكري تاني وكأن الشعب مش موجود وكأن القوى الثورية السودانية هي اللي ميتة مع أن اللي اتحرك في الشارع واللي اتحرك على الأرض واللي قال ترحل بس وتسقط بس هو المواطن السوداني بعيدا عن الترميز وبعيدا عن افتعال الرموز الشعب السوداني الذي يأن من الجوع والفقر والتدهور الاتصادي والسياسي هو اللي بالشارع بالأساس ومن نح البشير كان قائد عسكري يتبع البشير ومن نح القائد العسكري عوض بنعوف هو القائد عبد الفتاح البرهان وكأن الشعب غير موجود في المعادلة السياسية للأسر ده الاسلوب اللي بيتعامل بيه معانا العساكر ده الاسلوب اللي بيتعامل بيه معانا قيادات الانقلابات العسكرية السودان كمصر ومصر كسوريا وسوريا كالجزائر والجزائر كاليمن وكلنا كبعض لا نريد حكم عسكري إنما نريد حكم ديمقراطي مدني الناس دلوقتي بتنتظر بيان عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي الانقلابي في السودان هو ومساعد بتاعه أو النائب بتاعه صلاح جوش والاثنين يسبحون في طيار الإمارات والسعودية هل الشعب السوداني يريد انقلاب كما حدث في مصر أن تنتقل الإرادة من الخرطوم إلى أبو ظبي والرياض أم كما قال السودانيون في الشوارع بالأمس إما النصر أو مصر ينتصروا ويبقى زي مصر ينتصروا ويبقى الوضع عندهم حكم عسكر زي اللي احنا شايفينه دلوقتي